مايكروسوفت نشرت بحث علمي جديد مميز جدا بيساعدك ان انت تدي وصف وصورة ويطلع لك فيديو قوي جدا بتعبيرات وش طبيعية ووقعية ومتى بتطلق ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر جديد اقوى من TGPT المجاني وناس كده بيستخدموا الذكاء الاصطناعي علشال يتعرفوا على مجرمين قبل ما يعملوا اي جريمة انا حسام الدين حسن ودي الحلقة التانية من بودكاست الذكاء الاصطناعي الاسبوعي اللي بكلمك فيه عن احدث واخر اخبار التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا وازاي ده بيأثر عليك في حياتك وكمان بشرح لك في الاخر كده اداء معينة قوية جدا بذكاء الاصطناعي والاهم من كده ان في نص الحلقة ان شاء الله هختار عدد منكم بشكل عشوائي بازن الله وندي له كورس من خبيل اونلاين بشكل مجاني تماما فأتأكد انت تكمل حلقة النهاية وتشوف الجزء بتاع الجيفاوي ده او بتاع الهدية دي وتشارك فيها لفرصة انك تكسب معانا باذن الله والحلقة اللي فاتت فاز معانا عدد هيزق ردامك دلوقتي على الشاشة اسمقهم باذن الله تعاونات محتملة بين شركة مايكروسوفت وشركات كبيرة من جنوب كوريا شركات زي سامسونج الجي واسكي هاينيكس طبعا كلنا شفنا تعاون بين سامسونج وجوجل في موبايلات الاس اربعة وعشرين وكمان بدأت دلوقتي تكون متحف في الاصدارات الاقل من كده وده بيتيح لموبايلات سامسونج والتابلت ان هو يشتغل بالجيميناي موديل الزكاية الاصطناعي القوي جدا من شركة جوجل وكنا شرحنا الكلام ده كله في الحلقة اللي فاتت فلا ما شفتاش روح تفرج عليها بعد الفيديو ده والفكرة دلوقتي انه تم التخطيط لاجتماع بين رؤساء الشركات بتاع ميكروسوفت بحضور كمان بيل جيتس مع الشركات الكبيرة اللي قلنا عليها علشان يبدأوا يفكروا او يبدأوا يرتبوا للتعاونات بين الشركات دي بس حاجة زي كده هتأصل علينا احنا ازاي تعالوا كده نبص على الشركات دي اصلا بتعمل ايه في شركات في جنوب كوريا زي اس كي تيليكم واس كي هاينيكس اللي قلنا عليهم بيشتغلوا في مجال التقانية وفي شركة بينهم بتعمل حاجة اسمها دي رامز هم هم بقى ان هم دلوقتي عملوا شريحة جديدة او رام جديدة بتساعد على تشغيل ذكاء اصطناعي بشكل سريع وقوي على الديفايس يعني مثلا على الموبايل او على الكمبيوتر تشغل اي اي على الجهاز نفسه بسرعة كبيرة وبالتالي تعاون مع مايكروسوفت في ان هم مثلا ينزلوا تابلت او جهاز معين بالرامز دي السريعة تشغل اي 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 زي كوبايلوت على الجهاز نفسه يتيح لك ان انت تشتغل بالاي بشكل يعني من غير انترنت مثلا اظن حاجة زي كده تكون اضافة كبيرة جدا وبرضو لو بصنا على اي جي وسامسونج بيعملوش يعني اجهزة منزلية زي التلاجات والغسلات والشاشات وبالتالي تخيل كده ان انت تروح على التلاجة فالتلاجة تعرف ان انت بقيت موجود في المحيط يتحف مثلا اه تشغل نور معين تقول لك اه المفروض ان فيه في التلاجة مثلا فاكهة دي لها فترة مكلتهاش فاكلها علشان صحتك وعلشان مسلا ما تبصش وحاجات تانية بقى كتير جدا قيس على كده كل الاجهزة المنزلية يكون فيها زكاء اصطناعي بشكل ما ومرتبطة ببعضيها وتبدأ انها تتفاعل معك وتتفاعل مع الدنيا اللي حواليها حاجة زي كده ممكن تضيف لنا بشكل كبير جدا طبعا لحد دلوقتي كل دي مجرد تنبؤات وشوية افكار من عندي ما نعرفش ايه اللي هيحصل بالزبط ولكن الاسابيع اضح لنا ده فاتأكد ان انت تكون مشترك في القناة وامتابع البودكاست بتاع الذكاء الاصطناعي معايا ان شاء الله علشان تعرف كل ما هو جديد نروح دلوقتي بقى على خبر مهم جدا كان مفروض نكلم عنه في الحلقة اللي فاتت وهو ان شركة متى اصدارت الاصدار الجديد من الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر اللاما الفيرجن تلاتة واللي منكم جرب لاما تو مسلا وينزله على الكمبيوتر بتاعه فهيشوفها دين موديل كده زكاء اصطناعي كويس جدا وقوي جدا وبيطلع نتائج نسبيا كويسة مقارنة بشات جي بي تي مثلا ولكن مش محتاج انترنت وبيشتغل على الكمبيوتر بتاعك مباشرة الفكرة بقى ان اللاما سري تخيل ان هو تفوق على الجي بي تي ثري بوينت فايف اللي هو الاصدار المجاني من شات جي بي تي لو دخلت على شات جي بي تي واتكلمتو بيشتغل بالجي بي تي ثري بوينت فايف فتخيل بقى ان متى عمل لك موديل الزكاء اصطناعي مفتوح المصدر تقدر تحمله تستخدمه تعمل بي اي حاجة انت عايزها تقريبا واتدربه بالشكل انت عايزه وده كله مجاني طب انت بتسأل ازاي يستخدم بقى موديل زي ده قدامك هنا كذا طريقة طريقة الاولى والاسهل ولكن للاسف مش متاحة في كل الدول هو من خلال متى اي 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 شركة متى عاملة زي بلاتفورم كده تقدر تدخل تجرب بالزكاء اصطناعي بتاعهم من خلالها وفي نفس الوقت بدأت تضيف المنصة دي داخل منتجاتها زي واسب مثلا ولكن زي ما قلنا مش متاح في كل الدول متاح في ممكن سبع اتمنى دول حاليا ولكن مع الوقت يمكن يبقى متاح في دول تانية طيب انت مش في الدول دي وعايز تستخدمه تعمل ايه وده ما كنا بديلين اساسيين الاول سهل شوية من خلال فممكن هحاول سيب لك الرابط تحت تروح تستخدمه ولكن اكيد هيبقى بطيق مش متاح كل حاجة ولكن تقدر ان انت تستخدمه الطريقة التالتة واللي هي انا بفضلها والافضل هي ان انت تحمل اصلا الموديل ده وتشغله عندك على الكمبيوتر بتاعك طبعا ده بيتطلب جهاز الكمبيوتر نسبيا قوي شوية ولكن الفكرة البساطة ان انت بيبقى عندك حرية اكتر والموديل شغال معك في اي وقت وتقدر تعمل انت عايزه طبعا ممكن تسألني طريقة زي كده اكيد معقدة عايز اقول ان في طرق سهلة وانا شرحتها في فيديو بيتكلم عن ازاي ان انت تنزل نمازج زكاء اصطناعي مفتوحة المصدر مش بس لاما لا في موديلس تانية كتير كمان فتقدر تروح تفرج عليه بعد الحلقة دي دلوقتي بقى بدل ما تقول لست الكل تسلم ايدك على الوجبة الجميلة اللي انت عملتها هتقول للروبوت تسلم دراعك على البورجر اللي انت قدمتوه كرنيل شركة بتعمل اكل صحي المفروض او اكل اخضر بينك وصين عملوا دلوقتي او ضافوا روبوت لاول فرع ليهم الروبوت بقى الفكرة في انه هو يعمل الاكل وكمان يقدمو للعمل اللي بيشتروا والشركة بتقول ان هما بدل ما يشغلوا من تمانية لخمستاشر شخص في فرع واحد علشان يعمل الاكل ويقدمو فاحنا ممكن نقلل الاعداد دي ونقلل للمجهود بتاع الادارة ونقلل كمان التكاليف على الشركة فنستفيد او نستعين بالروبوت لدي طبعا انت دلوقتي بتفكر كده الاي اي او الزكاة الاصطناعية والروبوتات ممكن تاخد شغلي وعايز اقول لك لو انت عايز تأمن نفسك ان الاي اي ما ياخدش شغلك انا اعمل لك فيديو كامل بشرح لك فيه تلات حاجات اساسية لازم تعملهم عشان تضمن ان انت في الزمن بتاعنا ده الاي اي ما ياخدش شغلك نلوح لخبر مهم جدا برضو كان نفس اتكلم عنه الاسبوع اللي فات ولكن حبيت ان انا اعرف تفاصيل اكتر عنه وهو ان شركة ادوبي بتضيف او هتضيف قريب مجموعة قوية جدا من ادوات الزكاة الاصطناعي داخل ادوبي برمير اللي معش ادوبي برمير فهو واحد من اشهر برامج المونتاج وصناعة الفيديو على مستوى العالم تقريبا فيش اي فيديو ايدوتور غير لما غالبا سمع عن البرنامج ده ولكن الفكرة ان المؤخرا بدأت تطلع ادوات وبرامج تانية بتستخدم زكاة الاصطناعية وتخليك تعمل فيديو بشكل سهل جدا وشكل سريع وبالتالي ناس كتير بدأت تطلع فالادوبي بتحاول تعمله دلوقتي انها هتجيب الناس تاني العملة وتخلي الناس اللي بيستخدموه بالفعل تديهم مميزات اكتر باضافة زكاة الاصطناعية المهم ان التحديث الجديد ده بقى هيمكنك من استخدام الزكاة الاصطناعي في اخراج فيديوهات قوية جدا مسلا هتقدر تشيل الحاجات الزيادة من مشهد معين بمجرد ان انت تتحددها وادوبي هتبدأ انها تشيل الجزء ده والفيديو يشتغل معك عادي خالص ممكن تشيل مثلا حاجة زي الشنطة اللي في المشهد بتاع ادوبي ده او ممكن حتى تشيل حاجة زي ووتر مارك او علامة مائية موجودة في فيديو دي غير ان انت تقدر تستبدلها بحاجة تانية هنا مثلا شنطة بيتفتح وفيها الماس مثلا ولكن عدد الالماس هنا قليل وبالتالي تقدر انت تحدد الجزء ده وتختار او تخلي الزكاة الاصطناعية يحط لك ماس بكمية كبيرة مثلا ودي ساعة بعد ما الفيلم تم تصويره المخرج تقريبا ما عجبوش شكل الساعة في المشهد فراح محددها ومغيرها بساعة تانية ولو صورت فيديو كان المشهد اللي انت عايز تعمله طويل شوية وانت بحتاج ثانيتين او اكتر زيادة في الفيديو فبدل ما ترجع تاني وتعيد تصويره لأ انت ممكن تروح تشد كده الفيديو بتاعك والاي هيكمل لك الجزء ده للنهاية طبعا حاجة زي كده بصراحة قوية جدا مجبارة ادوات زي كده موجودة بالمناسبة في حاجات زي رانوي وغيرهم ولكن الفكر ان هو يكون عندك مباشرة في البرنامج انت تقدت فيه زي برمير اضافة قوية جدا بصراحة وبالمناسبة دي فرصتك لو انت عايز تدخل في مجال المنتج ان انت تكسب معنا كورس من خبير اونلاين واني ما عرفش خبير اونلاين فاحنا منصة تدريبية بنقدم لك مهارة زي صناعة الفيديوهات وبنساعدك ان انت تكسب من خلال تبدأ قناة يوتيوب او حتى تاخد وظيفة في شركة ميديا في المجال ده وعلشان تكسب معنا كل انت محتاج تعمله وتعمل شير للحلقة دي مع حد ممكن يكون مهتم بالتقنية علشان يوصل لعدد اكبر ان شاء الله من الناس ويستفيدوا منه ومعد كده تكتب لنا تعليق تحت اكتب لنا رأيك بشكل عام في التقنات الكلمنا عليها هل ممكن تاكل مثلا من ايد روبوت هو اللي عمل الاكل وتقول له تسلم ايدك مثلا او تسلم دلاعك زي ما اقول ولا لا انا مش هروح فارع في روبوتاتي اللي بتشتغل او اكتب لنا تعليق بشكل عام عن رأيك في الزكاية الاصطناعي وازي بيغير حياتنا للأسوأ او للأفضل ودلوقتي نرجع للخبر بتاعنا فادوبي كمان بتقول ان هما هيضيفوا مودل الزكاية الاصطناعي قوية او ادوات تانية قوية زي مثلا رانوي وزي صورة بتاع اوبين اي اي وبيكالابس وغيرهم كتير داخل ادواتهم مباشرة ولو مستغرى بالكلمة المكتوبة تحت دي اللي هي اكستندد فهتعرف انه ادوبي وغيرهم من الشركات الكبيرة زي اوبين اي اي و جوجل عملوا زي حلف كده او اتحاد ان هم اي حاجة تم تعديلها او تم انشاءها بالزكاية الاصطناعي تم يعني عمل ووتر مارت ليها او التعريف بيها بحيث ان انت انا طفقت على فيديو معمول للزكاية الاصطناعي لدك الكدرة تعرف ان دة معمول با الاي اي وادعotes مع جهاز جديد للزكاية الاصطناعي يعجل زي كن قوية الجهاز ده من شركة اسمها المتلس الفكرة ان انت بتلبسه وتبدأ تتحرك به وهو يف Harper. C frock Political Watch وهو يبدأ يسجل كل محادثاتك اللي بتحصل خلال اليوم وبالتالي يساعدك ان انت من تنساش حجة. فممكن ترجع البيت مثلا وتكون فيه هاجة عايزة تفتكرها او حصلت في محاضرا معانا او في اجتماع معاين خلال اليوم فتبدأ تسأل الـ AI هو الدكتور كان بيقول ايه هنا او الاجتماع ده هل في حد ذكر الموضوع الفلاني وهي تلاقي الـ AI بدأ يرد عليك ويساعدك في تذكر ده والدكتور كان قال ايه في المحاضرة الصبح يجب عليكم المذاكرة جيدا وإلا سترسبون من أقوى الحاجات اللي شفتها آخر كام يوم دول وكان لازم أتكلم عنهم في الحلقة دي هو موديل جديد بالذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت بص كده معاين على الفيديوهات الي قدامك دي أنا عارف ان انا هنا بأتكلم عن الذكاء الاصطناعي وانت اكيد خمنت ان THIS معمول بالذكاء الاصطناعي بس انثى كده الله حز loss ان انا بأكلمك عن الزكاء الاصطناعي وبص كده على الفيديوهات دي شغل يعني شغلك كده 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 واحد ورا بعد وبص كده عليهم مركز فيهم واسأل نفسك لو قال هل لو انت مش عارف ان ده معمول بالذكاء الاصطناعي هتخمن أو هتفكر أنه هو معمول بأداة بص كده على الفيشال إكسبريشنز بص كده على حركات الدماغ وبص على طريقة الكلام والتفاعل أنا فعليا أول ما بصيت عليه الفيديوهات دي من غير ما أشوف الورقة البحثية بتاعة الموضوع ده فإيه ده ده شخص حقيقي أكيد هو اللي يتكلم هنا الزكال الاصطناعي المجرب يأخذ الصورة وتتدي له مثلا النص أو الصوت ويطلع لك كل التفاعل الجبار والقوي والواقعي ده ولكن تسألني بقى دلوقتي إزاي يستخدم حاجة زي كده فخلني أقول لك أن ما فيش أي منصة تقدر تستخدم منها الموديل ده لحد دلوقتي وبرضه ما فيش نية ليهم إنهم يعملوا مثلا ABI وبالتالي يمكن أن تستخدمه في أبليكيشا مثلا أو حاجة فما فيش قدرة أن إحنا نستخدم ده وده يأخذني الحاجة مهمة جدا الزكال الاصطناعي هل إحنا ممكن نستخدمه لحاجات كويسة ولا حاجات وحشة فعايز أقول لك إن ده اللي اتنين بيحصلوا الزكال الاصطناعي ممكن نستخدمه لحاجات مفيدة جدا وقوية جدا زي إنه هو يساعدك في التعلم يساعدك في كتابة محتوى يساعدك في عمل فيديوهات زي ما نتحدث هنا على القناة وحاجات تانية كتير ولكن في نفس الوقت للأسف بيستخدم وممكن يستخدم بشكل سايق جدا لينا أخوات مثلا من الإيجور في أسيا دول بيستخدم عليهم الزكال الاصطناعي عشان يحددوا بمجرد مثلا التعبيرات وش بعض الناس إن الشخص ده ممكن يكون خطر على المجتمع وبالتالي يتم التعاون معه بشكل معين فتخيل مثلا إن شخص ما يكونش عمل أي زنب ولا أجرم أي شيء ويتم يعني بمجرد AI يتم اعتباره إن هو تهديد للمجتمع ونفس الكلام اللي ما يتسموا ويستخدموا علشان يحددوا التارجت أو الأهداف بتاعتهم قبل ما يضربوها وهنا عايز أقول لك على حاجة مهمة أنا هنا على القناة بأكلمك دائما على أدوات بالزكال الاصطناعي وإزاي تستخدمها وتستخدمها في حياتك ولكن مش كافي خالص إن إحنا نتعلم الأدوات اللي هي نشأ عن تقنية الأهم من كده إن إحنا ننشئ هذه التقنية ونكون رغوات فيها أصلا وبالتالي أنا بشجعك جدا إن إنت تأخر في مجال البرمجة وتتعلم تقنيات المشين ليرنينج والذكال الاصطناعية وللأسف كان نفسي أقول لك إن عامل سلسلة أو كورس يعلمك ده ولكن ما عنديش الخبرة الكافية في هذا الموضوع ولكن فيه ما شاء الله ناس كتيرة جدا وقناة مجانية تماما بتتكلموا باللغة العربية وبتشرح لك البرمجة والذكال الاصطناعية هسيب لك مجموعة كبيرة إن شاء الله منهم في الوصف بتاع الفيديو ده فتأكد أنت تروح تبص على القنوات دي تتبيحها وخلي تعلم البرمجة هدف من أهدافك ولو أنت مش تتعلمه على القلب علمها لأولادك دلوقتي بقى جينا للفكرة المفضلة لي وأرجو إن شاء الله أنها تكون مفضلة ليكم إنتوا كمان وهي أقوى برنامج أو أداة الذكال الاصطناعي للحلقة دي والبرنامج اللي معانا النهاردة هو الكو بايلوت من مايكروسوفت أنا أتكلمت عنه كثير جداً على القناة وكثير منكم جه للقناة دي من خلال بحثه عن الكو بايلوت وأنا مقترع جداً بالفكرة بتاعته وهي أنه يبقى معاجزك إصطناعي بساعتك في حياتك اليومية في شغلك في دراستك داخل برامج وتطبيقات مايكروسوفت زي الورد زي الأوفيس بشكل عام والباور بوينت وغيره وعايز أقول لك إن الحلقة بتاعت النهاردة ما كنتش عارفت ألحها في ساعات وليلا جداً إلا لو كان الكو بايلوت موجود واستخدمته واستفدت منه فمثلاً وأنا قاعد بحضر الحلقات فبص على بعض الأخبار ولكن عشان أقرأ كل خبر بالكامل بيكور موضوع صعب شوية وبالتالي أنا بروح للكو بايلوت ودينه الرابط بتاع الخبر أو أسأله عن الموضوع اللي أنا عايز أدور فيه يجب لي مجموعة من المصادر وأقول له لخص لي بعض الحاجات في المصادر دي وأبدأ إن أنا أسأل بعض الأسئلة أقول له مثلاً طب هي مايكروسوفت هل عايزة تطلق مثلاً الموديل الجديد اللي هو الفاصة وان اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية ولا ما عنداش النهية فبدل ما رح أدور أنا في المقال لا هو يجيب لي رد على السؤال سواء كانت الإجابة موجودة أو لأ ممكن يقول لي لا الإجابة مش موجودة أدور في مقال تاني أو أبدأ أقول له طب بحصل بقى في مصدر تاني هل فيه إجابة للسؤال ده أو لا وأنا هنا على القناة زي ما قلت بتكلم كتير جداً عن الكو بايلوت في الفيديوهات قريبة تكلمت عن الكو بايلوت في المايكروسوفت وورد وقريب إن شاء الله لأنه تم إطلاقه كمان في الباور بوينت على الايباد وكمان على الأجهزة فبرضو هعمل فيديو عنه إن شاء الله وهنزل قريب فاتأكد أن أنت تكون مشتري في القناة تفعل الجرس عشان الفيديوهات تلصلك أول بأول إن شاء الله ده غير إن الأسبوع ده وفي الوقت اللي أنا مصور فيه الحلقة دي بجاهز لمحاضرة إن شاء الله هديها في جامعة زويل عن استخدام الزكاة الاصطناعي في الدراسة وبعض الحاجات كده في الشغل أو بشكل عام فلو إنت عايز حتى لو مش هتحضر معنا المحاضرة في جامعة زويل إن شاء الله عايز تحصل على المحاضرة دي مسجلة فاتأكد أن تكون مشتريك في القناة واكتب لي تحت إن أنا عايز محاضرة الزكاة الاصطناعي في الدراسة والشغل وإن شاء الله أول ما تكون متاحة هبعتها لك في لينك تقدر تخش تفرج عليها